لم يتغير موقف الرئيس الروسي من وجود معامل بيولوجيا أمريكية على الأراضي الأوكرانية العمل على قدم وساق مع القيادات الروسية لما يدور في موسكو حول معاهدة الأمن الجماعي التي تريد تحقيق استقرار فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي بحسب بوتين الغاضب اليوم أكثر من أي وقت مضى بعد طلب فينلندا والسويد الإنضمام للناتو تهديد بالرد على توسع الحلف أطلقه بوتين وتعيد أحداث التهديدات الروسية إلى الأذهان ما بدأت به موسكو قبيل إطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا ما يؤكد جديتها وغضبها في التعامل مع أي تهديد أمني يمس الأراضي الروسية بالخطر الذي وصفته موسكو والمتمثل بتوسع خارطة الناتو وليس عند هذا الحد فعقلاء العملية الاقتصادية في العالم يرون أن القادمة أسوأ سيما مع تحول الخارطة العالمية إلى مع أو ضد في الموقف الروسي الأوروبي وهي بهذا تكون قد دخلت بركان الأزمات المتلاحقة في الأيام والأشهر المقبلة سيما مع تراجع الأسواق العالمية بأرقامها التي ترعب دولا بأكملها والتمسك موسكو بموقفها تماما كما هو الموقف الأوروبي والأميركي على حد سواء في دعم أوكرانيا عسكريا دون توقف ويبدو واضحا أن تركيز روسيا على وجود معامل بيولوجية تعمل عليها أميركا في أوكرانيا هو الشغل الشاغل الذي تريد من خلاله فرض إرادتها وإثبات دافعية عمليتها أمام العالم أجمع لكنها في ذات الوقت أكدت على لسان بوتين أن البنتاجون أنشأ عشرات المعامل والمراكز البيولوجية المتخصصة تمسك الروسي بحجة العملية العسكرية وتهديد بالفعل لا بالقول سيما وأن بوتين يريد أن يسبق الناتو قبل أن يدهس الروسيا أو كما قال الرئيس الروسي ترجمة نانسي قنقر